السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناتي طالبات الصف العاشر اليوم بإذن الله بناتي الحبيبات سوف نقوم بحل تدريبات الدرس الثاني من الوحدة الثانية الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني أهداف الدرس يتوقع من الطالب أن أولا تتعرف على أسباب معركة الوجبة ثانيا تعدد النتائج المترتبة على معركة الوجبة ثالثا توضح العلاقات القطرية البريطانية بعد معركة الوجبة بناتي الحبيبات أما عن قيمنا فقيمة الشهر هي المشاركة أما قيمة الأسبوع فهي الإخلاص وقد قيل إخلص تثبت إنما يتعصر المراؤون اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع انواع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتين واحد نشأ الشيخ جاسب بن محمد بن ثاني في مدينة الزبارة الروايس الدوحة فويرت الإجابة فويرت اثنان وقعت معركة الوجبة عام 1893 في غرب الزبارة الروايس الدوحة فويرت في غرب الدوحة ثلاثة من الصعوبات التي واجهت الشيخ جاسب بن محمد بن ثاني كساة تجارة اللؤلؤ الأطماع العثمانية الأطماع البريطانية تجارة الرقيق الإجابة الأطماع البريطانية أربع من أسباب ترحيب الشيخ جاسب بن محمد بن عثماني عام 1871 نشاط تجارة السلاح في قطر توفير الأمن والحماية لتجارة اللؤلؤ ازدياد نشاط القرصنة على سواحي القطر زيادة أعداد الحامية العسكرية في البلد الإجابة توفير الأمن والحماية لتجارة اللؤلؤ خمسة تكمن أهمية معركة الوجبة التاريخية في أنها ألف ساعدت على التقارب البريطاني القطري با شجعت على هجرة القبائل العربية إلى قطر جيم فرضت الانسحاب العسكري العثماني من قطر ديل وضعت حدا لمحاولات تزايد النفوذ العثماني في قطر الإجابة وضعت حدا لمحاولات تزايد النفوذ العثماني في قطر ستة رفع العالم من عثماني سنة 1871 على قصر الحكم في الدوحة دليل على أولا زيادة زيارة الوالي العثماني لقطر با احتلال الدولة العثمانية لإمارة قطر جيم انتصار العثمانيين في معركة الوجبة ديل أصبحت قطر تحت الحماية العثمانية الإجابة دليل على أن قطر أصبحت تحت الحماية العثمانية السؤال الثاني بما تفسر واحد توطر العلاقات بين الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني والدولة العثمانية قبيل وقوع معركة الوجبة يعني بذلك قبل معركة الوجبة مباشرة أي السبب المباشر لقيام معركة الوجبة وهو اعتقال الوالي العثماني للشيخ أحمد بن محمد بن ثاني وستة عشر من أعيان الدوحة الأمر الذي أدى إلى انتجار الموقف بين الشيخ جاسم والوالي العثماني اثنان بما تفسري توطر العلاقات القطرية البريطانية عند تولي شيخ جاسم بن محمد بن ثاني مقاليد الحكم الإجابة بسبب رفض الشيخ جاسم بن محمد توقيع معاهدة حماية مع بريطانيا ثانيا اختلاق بريطانيا المشكلات أمام الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني السؤال الثالث أجب عن الأسئلة الآتية أولا عدد التحديات التي واجهت الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني عند تولية الحكم أولا زيادة الأطمع البريطانية للسيطرة على قطر ثانيا تعرض السواحل القطرية لعمليات القرصن البحرية ثالثا قلة الموارد الطبيعية في قطر ثانيا كيف نهض الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني بإمارة قطر داخليا يقصد الجهود الداخلية للشيخ جاسم بن محمد لتأسيس إمارة قطر وهي كالآتي أولا تعميق الانتماء والتأكيد على أهمية التلاحم بين القبائل إثنان الاهتمام بالتعليم في أنشاء الكتاتيب ثلاثة تطوير الموانئ في الدوحة والزبارة ثلاثة دلل على خبرة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني العسكرية الدليل على خبرته أنه عندما ألقي القبض على أخيه الشيخ أحمد قام بوضع خطة أوهم فيها العثمانيين أنه ترك الدوحة بعد القبض على أخيه وقام بتسريح قواته لكنه في الحقيقة قام بتوزيعها على عدة كمائن كما أنه سيطر على آبار المياه فكان النصر في المعركة حليفا له رابعا ما النتائج التي ترتبت على معركة الوشبة؟ أولا انتصار القطريين بقيادة الشيخ جاسم بن محمد على العثمانيين ومقتل قائدهم اتنين اطلاق الوالي العثماني صراحي الشيخ أحمد بن محمد بن ثاني ومن معهم ثلاثا سحب جميع القوات العثمانية التي حضرت مع الوالي العثماني إلى الإحساء أربعا عزل السلطان العثماني عبد الحميد الثاني الوالي العثماني خامسا ما المقصود بقائم مقام؟ قائم مقام هو منصب سياسي يعني نائب الحاكم سادسا وضح الأسباب غير المباشرة لمعركة الوشبة أولا زيادة أعداد الحامية العثمانية في البلاد ثانيا فرض ضرائب باهزة على تجارة اللؤلؤ ثالثا فتح مكتبين للجمالك في منطقتين الزبارة والعديد رابعا محاولة تعيين وكيل عثماني للشيخ جاسم بن محمد بن ثاني السؤال الرابع ربط بالأحداث التاريخية لمعركة الوشبة عام 1893 حسب تسلسلها الزمني من الأقدم إلى الأحداث العبارات أو الأحداث عزل السلطان العثماني والي البصرة حجز أحمد شقيق الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني محاولة تعيين مساعد عثماني للشيخ جاسم بن محمد بن ثاني انتصار القطريين على العثمانيين الإجابة السؤال الخامس ماذا يحدث لو قبل الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مقترحات الدولة العثمانية أولا طعف هيبة الشيخ جاسم بن محمد وسيطرت الدولة العثمانية على الشؤون الداخلية لإمارة قطر بناتي الحبيبات انتهينا من درس اليوم شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة